السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر أو تتخيلوا حضراتكم أن العالم دي بريئة جدا ونقية جدا وشفافة جدا إلى درجة أن هم يا حرام قرروا أن هم ينقوا نفسيهم من الداخل فبدأوا يكشفوا الصطار عن مافيا الفساد المتورطة مع دولة قطر أو تتخيلوا حضراتكم أن البرلمان الأوروبي أساسا كله خضرة شريفة على رأي المصريين ديت عبارة عن شبكة مصالح لوبيات اختلفوا ظهرت السريقة لأن دولة قطر المتهمة حاليا من قبل البرلمان الأوروبي أن هي استغلت وجودها وفلسها من أجل وضع تقديم رشاوي لبعض أعضاء وقيادات البرلمان الأوروبي من أجل إصدار حفنة قرارات لصالح قطر المسألة ما هياش مجرد رشوة بتقدمها قطر لقيادات البرلمان الأوروبي زي ما هم بيقولوا القضية حضراتكم هم اختلفوا مع بعضيهم فبدأوا يفضحوا بعض لأن دولة قطر اللي هم بيتهموها دية زيها بالظبط زي كل دول أوروبا زي الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت يا راجل يا طيب الولايات المتحدة الأمريكية بجلالة أدراها فيها لوبيات لرب السماء اللوبيات هي التي تتحكم بصناعة القرار في قلب الولايات المتحدة الأمريكية لو بالمال لو بالسلاح لو بالمخدرات لو بالمصالح اللو باليهودي كل اللوبيات ديت أساسا بتستثمر قوتها ونفوزها وفلوسها من أجل تحقيق المصلحة الخاصة بتاعت أعضاءها فسيادتك دلوقتي حلال لكم جميعا رام على قطر طبعا إحنا مش بنبرر موقف قطر إنما بس عشان نعرفكم إيه اللي بحصل بالظابط عشان مفيش حد من قيادات أوروبا يعمل علينا خاضر الشريفة ويتتصوروا حضراتكم إن الناس ديت بتحقق العدل والشفافية والنزاعة خلونا نبدأ مع حضراتكم من البداية حاليا في قلب البرلمان الأوروبي في اتهامات للنائبة اليونانية إيفي كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروب وثلاثة آخرين بقبول أموال من قطر في محاولة للتأثير على صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي طبعا تم الإطاحة بهم بدأوا يحققوا معهم وتم البدء في محاكمتهم يا حلاوة طيب ما تحكموا كل لوبيات المصالح الموجودة في قلب أوروبا وزي ما قلنا لحضراتكم إذا كان في أمريكا الدولة المتقدمة المتطورة الديمقراطية جدا كل لوبيات المصالح بتشتغل بنفس الطريقة اللي بتشتغل فيها وبيها قطر شوفوا بقى حضراتكم صحيفة التيمز البريطانية قالت إيه نقلت عن المحققين اللي بيحققوا مع الأربعة دولي قولهم إن شبكة الرشوة تم إنشاءها بهدف مساعدة قطر في الوصول لنتيجة إيجابية في مسعاها للحصول على موفقة الاتحاد الأوروبية على أعضاء على إعفاء القطريين من شرط الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية وفتح الأجواء الأوروبية قدام الطيران القطري الجماعة أعضاء قطر الكرام أعضاء دولة قطر المفترض جدلاً أساساً أن البرلمان الأوروبي كان نزل قرار أو آل قرار من فترة قريبة القرار ده مضمونه إيه؟ نحن نفكر ونناقش إمكانية دخول الجماعة في الكويت اللي هما الكويتيين والقطريين دخولهم دول الشنجن اللي هي الدول الأوروبية من غير تأشيرة يعني إعفاءهم من التأشيرات قطر والكويت وبعض دول الخليج في مرحلة تالية سبت بدليل القطع زي ما هما بيقولوا يعني أن قطر قدمت رشاوة بالملايين لبعض قيادات الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على هذه القرارات يعني ما كانش قطر مدرجة ضمن الدول اللي هيتم إعفاءها من تأشيرة الشنجن لدخول للتحاد الأوروبي لكن تم إدراجها من خلال الرشاوي دي وبناء عليه ده صحيفة التاميز البرتنال بتقول كده أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 541 صوت مقابل صوتين أيدوا قرار يقول أن أعضاء البرلمان حاسوا بالفزع من اتهامات بالفساد وغسيل الأموال تم توجهها إلى واحدة منهم ونائب سابق وموظف بالبرلمان إحنا اتفزعنا يا راجل لوبيات المصالح اللي شغلها بالفلوس والتجارة والمخدرات والسلاح ما اتفزعتش منها آه اتفزعنا زي أن قطر تقدم رشوة للناس دي إذا كان البرلمان الأوروبي كله شغل بالفلوس يعني إيه إزاي لمؤاخذة فقال البرلمان في بيان له طبعا أنه يستنكر محاولات الحصول على نفوز من خلال أعمال فساد تشكل تدخلا أجنبيا خطيرا في العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي الوضح أنه هم اختلفوا على المبلغ يعني بتأثر على العمليات الديمقراطية عن أي ديمقراطية تتحدثون ديمقراطية الفوضى اللي عملوها سنة 2011 والا ديمقراطية الخراب والاستعمار والتدخل في شؤون دول المنطقة العربية قرارات البرلمان الأوروبي بناء عليه تعليق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر خصوصا ما يتعلق بإلغاء التأشيرات تأشيرات الشينجن واتفاقية مجال التفاقية المتعلقة بمجال الطيران بالاتحاد الأوروبي بقطر وكذلك الزيارات المقررة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقطها طيب طيب أنا كنت متش متأكد من الاتهامات أنت بتتكلم ليه؟ كنان على أي أساس؟ وهل من الديمقراطية أنك تتوجه أي اتهمات لأي دولة كده اعتباطا؟ طيب إذا ظهر أن قطر بريئة الكلام ده طبعا مش دفاعا عن قطر إنما بنتكلم في المطلق إذا ظهر أن دولة قطر بريئة هل يا ترى أنت هتدعمها وتحاول أنك أنت تنفي التهم عنها بنفس الطريقة اللي أنت هجمت بيها قطر بالشكل ده؟ طبعا زي ما قلت لحضراتكم الواضح أنه هو اختلاف على الفلوس كما سيمنع النواب القطريون سيمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان ليه عقابا ليهم؟ أنت بتقدموا رشاوة جماعة؟ بتقدموا حوالي مليون يورو لقيادات البرلمان؟ طب كنت خلاها عاشرة طبعا قطر أصدرت بيان أدانت فيه التحقيقات والقرارات الصدرة عن البرلمان الأوروبي وقال البيان القطري أن فرض مثل هذه القيود التمييزية بيحد من الحوار والتعاون خاصة وأن هي صدرت قبل انتهاء التحقيقات بالمنطق إنت إزاي أن كنت تتوجه لأي اتهمة أساسا طالما أن التحقيقات حتى اللحظة الراهنة لم تنتهي بعد بناء على أي أساس أنت أخذت القرارات بتاعتك علقه حولي للمحاكمات أدانه هجمه منعه أي لمؤاخذة؟ هو فيه أي بالزبط؟ طبعا الواضح زي ما قلت لحضراتكم اختلاف على الصفقة طيب هتقول لي قطر متورطة هقول لي سعادتك برضا أمريكا متورطة هنا لوبيات مصالح بتتحكم وبتتحرك في أمريكا وهنا أيضا قطر شمعنا قطر هو حلال على أمريكا وحلال على دول الاتحاد الأوروبي خرم على قطر من جملة ساعاتك طبعا قطر أعلنت وقالت أن هي بترفض بشدة الاتهمات التي بتربط حكومتنا بسوق السلوك خاصة وأن قطر ليست الطرف الوحيد اللي يذكر في التحقيق ورغم ذلك تعرضت بشكل منفرد لانتقادات وهجمات يعني في التحقيق ده دول أخرى استخدمت نفوذها تقريبا كده والله أعلم زي الإمارات مثلا زي دول تانية فقطر كشفت السطر وقالت ما فيه دول تانية أيضا متورطة معنا ايش معنا احنا؟ نصح ايش معنا قطر؟ لا حضرتكم بيوصل لكم معلومة أو نتيجة مؤداها اختلفوا اختلفوا مع بعضهم على الصفقات ومن ثم النتيجة إنهم فضحوا بعض قطر إجراءات الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على التعاون ومحادثات الطاقة يعني أنتم بتزلون من الناحية دي في محادثات للطاقة عشان نمدوكم بالطاقة احنا هنمنحها عنكم قطر محذرة للاتحاد الأوروبي يمكننا بدورانا قطع الغاز عنكم قوة قطر الناعمة كيف أنفقت قطر المليارات لتعزيز نفوذها الخارجي أنا عاوز أقول لحضراتكم وإن كان حضراتكم متابعين بشكل كويس جدا كل الحلقات بتاعتنا السابقة دايما العبد الفقير إلى الله أنا كنت في الفترة اللي فاتت ضد قطر ممارستها فصاة سنة 2011 في قلب المنطقة العربية لكن في النقطة دي لا قطر صح أنا دولة معايا فلوس طبيعا أنا حقق مصلحتي يعني بمعنى ده حقها دولة من خلال فلوسها ومن خلال لوب المال بتصنع نفوذ ما هي دي الشطارة ما هو ده الزكاة ما هو لوب المال أساسا بتحكم في قلب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة لوب المصالح في مواجهة اللوب اليهودي في مواجهة لوب السلاح في مواجهة لوب المخدرات لوبيات كلها على بعضيها بتسيطر من أجل تحقيق المصالح بتاعة أعضاء الشبكة بتاعتها ليه أنت محرمها على قطر قطر عندها حق اللي تغلبه العبه ده مثل شعبي مصري يعني بمعنى أنت دلوقتي أنا معايا فلوس الطبيعي أن أنا أسعى لتحقيق مصلحتي يعني بمعنى قطر عندها حق ما تتحرك وتتصرف وتحاول أن تعمل لها قوة ونفوذ الدول اللي بتمتلك نفط بتحقق لها نفوذ عن طريق النفط الدول اللي بتمتلك قوة نووية أيضا عن طريق هذه القوة النووية بتتحرك من أجل تحقيق نفوذها ومصالحها أنت ليه مستكتر على دولة زي قطر أن هي تحقق نفوذها ده مع الفرد الجدل أن الاتهامات صحيحة وزي ما قلت لحضراتكم ليس دفاعا عن قطر بقدر ما هو قراءة موضوعية للواقع يعني حضراتكم اتشالوا واتنططوا وإزاي طيب تعالوا بقى بعيدا عن قطر ولوبيات المصالح وإن عندها حق أو مش عندها حق ثبت بالدليل القطع ومن خلال البرلمان الأوروبي نفسه أن البرلمان الأوروبي بيشهد فساد أنت لعمل بتتأنتك علينا وتتشل وتتهبد وتتنطط وتقول أنه كنت عندكم شفافية وديمقراطية وعندكم نقاء وعندكم ما عرفش إيه وإيه 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 في مواجهة الدول العربية بينما أنتم أساسا عبارة عن شلت وشبكات وما فيا فساد جوه أوروبا يعني إذا كان دول الاتحاد الأوروبي بتتهم بعض دول المنطقة بالفساد وإن فيه رشاوي وفيه غش وسرقات تم الاتحاد الأوروبي وأعتى دولة زي اليونان بريطانيا فرنسا كل دول الاتحاد الأوروبي لأن البرلمان الأوروبي أساسا بيعبر عنهم البرلمان الأوروبي أعتى مؤسسة في أوروبا مليان فساد زي ما حضراتكم شفتم كده عشان تتأكدوا إن المسألة كلها على بعضيها زيها زي بعض دول المنطقة العربية اللي بيتهموا فيها بعض الدول العربية بأن هي حرام عندها فساد على الأقل الدول العربية ديت ما بتتأنتكش وتتشل وتتنطط وتزعم إن هي لا يأتيها الباطل من بين يداها ولا من خلفها وإن هي عشان هي دولة ديمقراطية ما عندها فساد لأنتو كلكم فساد أراكم على الخير موسيقى 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 موسيقى